أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميد الفايز على جاهزية كافة الجهات الرسمية والمنظومة المينائية والجمركية في العقبة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والبضائع العامة لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة وخلال ترأس الاجتماع التنسيقي الذي عقد في دار السلطة لاستقبال شهر رمضان المبارك أشهد الفايز بجهود كافة الدوائر المعنية من كافة القطاعات التي تعمل في إطار التشاركية والتكاملية على مدار الساعة بهدف إنجاز المعاملات المتعلقة بعمليات المناولة وتسهيل حركة البضائع بنسيابية عالية من خلال المراكز الجمركية مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفترات الزمنية وزيادة نسب الإنجاز وتجاوز التحديات بأوقات قياسية دون أي تأخير